السلام عليكم مرحبا بكم معنا في حي الحديقة بمناسبة شهر رمضان الكريم كنت قدموا بصيفتنا كساكنة الحي بججل شكر للجمعية الرضاة اللي قامت هذه المبادرة في شخصها الرئيس وجميع أعضاء الجمعية احنا كساكنة دائما تعودنا باش نكونوا يدفيد مع بعضياتنا ونسندوا الناس اللي محتاجين فوق تشدة كما كان عرفوا رمضان هو شهر التسامح وشهر الغفران وكذلك لا ننسوش لأنه شهر إنسانية ولماذا لا؟ اليوم نعطيه الدم وغدا نقدرون نقدرون حياته شي واحده اللي هو محتاج كنشكروا المراسل دائماً في الخدمة دائماً المواكبة دائماً بحلاكة شكراً مزاف ورمضان مبارك سعيد تضامون مع مرضان شفهم الله دائماً جمعية الرضاة على هذه الباديرة الطيبة مع ساكينته الحديقة كله نشكر الحاجة اللي ستتعرفها بلدنا في هذه المادة الحيوية خصاص موهوي وهذه المادة الدم معروف ما يتصنع ما يتزرع فالطريق الواحد باش نوصلوا لهذه المادة هو الطاب الروح تقولوا للمالي زكاة للعلم لزكاة والصحة كذلك من الفهم ديالي أنا لها زكاة وهو تبرع تبرع بالدم شكر موصل السكينة السادة المسؤولين اللي يصروا لنا هذه المهمة على رأسهم سي خالد حجوبي وسي أسامة بوركيزة السيد القيدة ورجاء السلطة كاملة اللي يصروا لنا هذه المهمة كذلك نذكر بواحد الحديث أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس فأحسن طريقة باش نفعوا الناس هي تبرع بهذا الدم اللي هو من أحياها كأنما أحيا الناس جميعا اللهم تعالي يشافي المرضى ديالنا والله تعالي يخلينهم صحيحتهم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم رمضان مبارك ساعد على كفة المغاربة وكذلك كنبركو رمضان الأمير المؤمنين الشكر موصول السلطة المحلية في شخص القائدة المحترمة كذلك كنشكرو سيد رئيس المجلس المقاطعة المارينيين على الدعم ديالو كنشكرو الناس ديال المركز الجهوي التحاقون الدم اللي كنصيبوهم دائما جوند مجنادين مجرد طلبة ديالنا الشكر موصول لجمعية الريضة اللي كتصهر على هذه العملية اللي كانت سابقاً كتقوم بها جمعية الفيردوس اللي صهرت على بناء مسجد الفيردوس وستمرت العملية مع جمعية الريضة مشكورة الشكر كذلك موصول المراسل فاس نيوز ميديا اللي كذلك يكون متواجد معنا في هذه الحاملات الشكر موصول كذلك لهالتقم الطبي وهذه الناس اللي ما بخلوش علينا يعني بالتواجد ديالهم ليعني دائماً في كل فرصة كانوا لهذه الوجوع اعتدناها يعني سانوياً وكان ناشده وزارة الصحة أنها تكتف في عملية التواصل مع الساكينة وتقرب هذه العملية ديالتبرع يعني تدير واحد الحافلات متنقلة ولقوافل جد متطبية متنقلة لكي تقوم بهالتبرع لأن كتعرفوا الخاصة الكبير والمهوي في هذه المادة اللي هي حيوية بخصوص العدد الكبير من المرضى والناس اللي فاد اللي فاد للحاجة ونتمنى يعني العملية داس في واحد الجو اللي هو منضام واخوي ونتمنى وكان واحد اقبال اللي هو كبير ونتمنى وغدى إن شاء الله يكون كذلك اقبال وإن الله اللي يدعى عجر المحسيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته